اشتركوا في القناة وذلك بمشاركة 180 موظفا ومختصا يمثلون 45 جهة من مختلف الوزرات والجهات والشركات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وفي هذا السياق أوضح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات أن المجلس أطلق مبادرة تخصيص بعض المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود الدؤوبة التي يبدلها بتخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرع الرئيس التنفيذي لبنك وربا الكويتي شهين الغانم جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة نزدك دبي إذانا بإدراج سقوك خضراء مالية بقيمة 500 مليون دولار فيها لمدة خمس سنوات وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن هذا الإدراج يحظى بأهمية خاصة باعتباره أول إصدار على الإطلاق للسقوك مستدامة في الكويت إذ تم تحديد استحقاق شهادات الاستدامة بمدة خمس سنوات لدعم المشاريع والمبادرات الصديقة للبيئة تماشيا مع أهداف الاستدامة العالمية والآن مع أداي الأسواق المالية الخليجية تراجعت أسعار الذهب ووجهت صعوبة في اكتساب الزخم مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الذي من شأنه أن يلقي مزيدا من الضوء على خطوة السياسة النقدية التالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وانخفض سعر الذهب الفوري إلى 2427 دولارا و86 سنة للأوقية في المستهل وقتما تدوله في نطاق ضيق يبلغ 10 دولارات حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من دبي الأستاذة إيمان العياف الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول مرحبا بك في النشرة الاقتصادية شاهدنا تقلبات كبيرة في أسعار الذهب في الأويناء الأخيرة مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي كيف تقرأينا ذلك؟ يا هلا والله مساء الخير سعيدة جدا أني أكون معاكم مجددا تلفزيون البحرين غالبا ما تتفاعل أسعار الذهب مع البيانات الاقتصادية خاصة عندنا شنو تقارير التضخم ليش؟ لأشان دور الأسعار الذهب الكبير كتحوط ضد التضخم يعني شنو؟ لما يتوقعون المستثمرين تقرير التضخم في احتمال كبير أنهم يعدلون مراكزهم في الذهب بناء على توقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية في هالحالة لما تخفض أسعار الذهب معناها أن المستثمرين من المرجح أن يتبنون موقف حذر كذلك ممكن يتوقعون أن تقرير التضخم يشير إلى استقرار أو انخفاض لمعدلات التضخم ممكن يؤدي هذا إلى قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الصايدة وهالشيين مع بعض عادة يمارسون ضغط هبوطي على أسعار الذهب بالإضافة إلى ذلك إذا بيّن لنا تقرير التضخم ارتفاع في التضخم ممكن يزيد في البداية من جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن لكن إذا اقترن هالشيء توقعات استجابات السياسة النقدية العنيفة من الاحتياط الفدرالي ممكن يؤدي هالشيء إلى مزيد من الخطابات في الذهب مع تحول المستثمرين باتجاه الأسهم أو الأصول الأخرى بس بشكل عام ردة فعل السوق تبين لنا توازن دقيق بين توقعات التضخم والتوقعات السياسة النقدية ومعنويات المستثمرين هذا الشيء يعكس لنا المشهد الاقتصادي الأوسع يعني باختصار يصلط الانخفاض اللي صار في أسعار الذهب الضوء على توقع السوق لمؤشرات اقتصادية مهمة والوضع الاستراتيجي للمستثمرين استجابة لهذه التوقعات بس مثل ما نشوف الذهب دائما صاعد الأستاذ إيمان العياف الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول كنت معي من دبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر